السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعي قناة مكتب العقارات المميزة بمحافظة الأسكندرية شقة روعة للبيع بمنطقة ميامي وسط البلد أمام البحر مباشرة شقة ممتازة لا تحتاج أي مصاريف والشقة عبارة عن غرفتين ورسيبشن ويوجد بها اتنين حمام ومطبخ بس قبل ما نتكلم على كل التفاصيل نرجو الاشتراك في القناة وعمل لايك الفيديو وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل الشوية الجديدة والحصرية وكل أخبار العقارات في مصر شقة تمليك للباف الأسكندرية مساحة الشقة 115 متر يوجد بها عدات كهرباء وعدات مياه وعدات غاز طبيعي عبارة عن غرفتين ورسيبشن كبير واتنين حمام ومطبخ مباني آخر التسعينات بجانب شارع محمد نجيب مباشرة ترجمة نانسي قنقر شقة روعة للجدين شقة تمليك للباف الأسكندرية مساحة 115 متر بالدور الأحداشر وليس الأخير يوجد اتنين أسانسير والشقة عبارة عن غرفتين ورسيبشن واتنين حمام ومطبخ عدات كهرباء ومياه وغاز مباني آخر التسعينات بجانب شارع محمد نجيب مباشرة الشقة تصلح لكافة الأغراض والإسسمار أو الإيجار السعر المطلوب للجدين فقط وسعر الشقة 3 مليون 800 ألف جنيه للجدين يرجى الاتصال للجدين فقط لتحديد مواد للمعينة ولو عايزين إيشاء في الأسكندرية فأي مكانه بأي سعر اكتبونا تحت في التعليقات ونحاول نعفرها لكم في أرابط ممكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعي قناة مكتب العقارات المميزة بمحافظة الأسكندرية شقة روعة للبيع بمنطقة ميامي وسط البلد أمام البحر مباشرة شقة ممتازة لا تحتاج أي مصاريف والشقة عبارة عن غرفتين ورسيبشن ويوجد بها اتنين حمام ومطبخة بس قبل ما نتكلم على كل التفاصيل نرجو الاشتراك في القناة وعمل لايك الفيديو وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل الشوية الجديدة والحصرية وكل أخبار العقارات في مصر شقة تمليك للباف الأسكندرية مساحة الشقة 115 متر يوجد بها عدات كهرباء وعدات مياه وعدات غاز طبيعي عبارة عن غرفتين ورسيبشن كبير واتنين حمام ومطبخة مباني آخر التسعينات بجانب شارع محمد نجيب مباشرة ترجمة نانسي قنقر شقة روعة للجدين فقط يوجد اتنين أسانسير وكاملة العدادات مباني آخر التسعينات بمنطقة ميامي بحر مباشرة للتواصل مع المالك والشراء والمعينة يرجى الاتصال بنا من خلال رقم الواتس على الرقم 010-617-55-645 شقة تمليك للبافة الإسكندرية مساحة 115 متر بالدور الأحداشر وليس الأخير يوجد اتنين أسانسير والشقة عبارة عن غرفتين ورسيبشن واتنين حمام ومطبخ عدد كهرباء ومياه وغاز مباني آخر التسعينات بجانب شارع محمد نجيب مباشرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة